ما تزال المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا تلملم جراحها بعد أشهر من وقوع الكارثة فبعد أن أحصت ضحاياها هي الآن ترفع الغبار عنها تنقل أنقاضها تحاول أعمار بنيتها وتأمين مساكن للمشردين فيها ثم الالتفات لكل الأزمات والمشكلات التي تواجهها تباعا لسيما مناطق شمال غربي سوريا التي تراكمت عليها سنوات الحرب لتضيف عليها فاجعة بحجم زلزال حرفيا من أبرز المشكلات التي أفرزها الزلزال هي الواقع الطبي والصحي في هذه المناطق التي تعتبر بيئة حاضنة من الأساس لظهور الأمراض الوبائية يكشف تقرير لموقع العرب الجديد بالاستناد إلى أرقام وشهادات عن تزايد حالات الإصابة بالكوريرا والحصبة وكورونا والعديد من الأمراض التنفسية الأخرى التي كانت موجودة قبل الزلزال لكنها ارتفعت بعده بنسب كبيرة بحسب أطباء فقد تنقسم الأمراض المنتشرة بعض الكوارث الطبيعية إلى نوعين منها ما ينتج عن تدمر البنية الصحية وصعوبة الوصول إلى مصادر مياه نظيفة ومنها ما يسببه الاكتظاث السكاني في بيئات غير مجهزة كالمخيمات ومراكز الإيواء فإلى جانب الأمراض التنفسية تعود اللاشمانيا للتفشي أكثر فأكثر عن ذي قبل وغيرها من الأمراض الجردية كمرض الصدفية الذي رصد ارتفاع معدل الإصابات به بعد الكارثة نهيك عن مخاطر توسع دائرة الإصابة بالجرب والقمل وأمراض ضعف المناعة التي قد تنتج عن حالة الخوف والهلع في المقابل أنهك الزلزال المنظومة الطبية والاستجابة المحلية في الشمال السوري وهي التي كانت تعاني من ضعف شديد وصعوبة في الاستمرار على مدار السنوات الماضية وسط نداءات لم تنقطع للتدخل الإنساني والإغاثي الأممي والدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المشهد المعقد ترجمة نانسي قنقر